إلى نشرة الأخبار نشر موقع شبكة سيانان الأخبارية الأمريكية مقالاً أشد فيه بمسيرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقرأة التنموية في البحرين وما حققته هذه المسيرة من نجاحات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأشار المقال إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولد قائداً ملهماً ونشأ بجانب والده في الاجتماعات الهمة وكان يعمل من أجل تأمين حق كل مواطن بغض النظر عن العرق أو الدين في التعليم المجاني والمسكن والرعاية والصحة وأدرك سمو أن العالم لا يمكن أن يعتمد على البترول إلى الأبد ولذا عرف مبكراً أن البحرين بحاجة إلى أن تصبح مستقلة اقتصادياً عن النفط مبدياً تأييده للمصارف الإسلامية فدع البنوكة لإنشاء فروعه على أرض البحرين وعمل على توسيع قطاع الضيافة والفندقة من خلال دعوة مستثمرين أجانب لبناء الفنادق وأشجع المعارض والاستثمار في المشاريع العقارية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل هذا الجزء من العالم وكان لدى سموه منذ البداية رؤية واحدة وهي أن تكون البحرين أفضل للأجيال القادمة وعمل سموه على توفير المرافق الطبية المتخصصة داخل البلاد حتى يضمن لمواطنيه بل للمقيمين تلقي العلاج وهم محاطون بأحبائهم وينعمون بكامل الراحة في وطنهم وقد أصبح لدى البحرين اليوم بعض أفضل المرافق الطبية في المنطقة وأشار المقال إلى أن سموه رئيس الوزراء كان مصدر إلهام للسياسة الخارجية لمملكة البحرين فكان أول زعيم عربي يدرك أهمية منطقة جنوب شرق آسيا فطور وحافظ على علاقات جيدة مع اليابان وكوريا وماليزيا وسنغفورة وتايلند والفلبين من منطلق تأييد الاحترام المتبادل والتعاون والخبرة مع دول العالم الأخرى وصرح عدد من زعماء العالم أن لقاء هذا الرجل والطريقة التي يتحدث بها والمعلومات المتوافرة لديه والصدق والرؤية التي تلمسها فيه تشجع على إقامة علاقات طويلة الأجل مع حكومة البحرين وتناول المقال عددا من القصص والمواقف التي أكدت عزم سمو رئيس الوزراء في مواجهة كافة التحديات للبحرين لبحرين أفضل خصوصا إبان الأزمة المؤسفة التي مرت بالبلاد في عام 2011 حيث كان لزيارة سموه للمواقع العامة دور بارز في تهديئة شعب البحرين كما تطرق المقال إلى دور سموه في تشجيع حرية التعبير وشدة تفانيه وإخلاصه غير المشروط لشعبه بالإضافة إلى مواقفه العظيمة التي سطرها ليعيش شعب البحرين حياة مستقرة وسعيدة